18 شهر اللي دازت على اللقاء الناس شي أشلاء ديال شي شاب مرمية في مطرح النفايات ناحية سيديحية الغرب الأبحاث طالت وما وصلت الوالو تقريبا لكن الصدفة اللعبات دور كبير في كشف لغة هذه الجريمة الغامضة والمفاجأة أن قريبات الضحية هما اللي قتلوه أربعات الخواتات وبنت بحدة فيهم واخوهم هما اللي مشتبه في القتل ديالهم ولدختهم قطعوا راسهم والأطراف دياله وارموهم وارمو الأشلاء في مطرح النفايات باش يتخلصهم للجدتة ومعاليم الجريمة سعروا حزيزة عند الله وهما بانوا بعد 18 شهر على الجريمة المتهمين مستبههم تشدون طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن سيديحية الغرب بالتنسيق مع البي ام بي جي الفرقة الوطنية الشرطة القضائية في كازا وتحالوا الوكيل العام لدى محكبة للسينا في مدينة القنطرة اللي حالهم على التحقيق الخال والخالات وبنت واحدة فيهم وهما اللي قتلوا الضحية باش يصفيوا الحسابات ديالهم مع الولد والدختهم والسبب والتجار في المخطيرات والقرقوبي سفاوها الوطنية والأطمع الدنيا يشتو في نصر البنادم يقتلوا وجهات الحق ديال الولد بسبب الحشيش والقرقوبي والربح من هذه التجارة الممنوعة 18 شهر ديال الساعة اللي يلقاوا الأطراف ديال هاد الولد في المزبلة والمحقيقين موصلوا الولو وخط تحقيقات دجارات وكمل الخبرات ودخل بزاف ديال المختبرات تقنية على هاد الخط حتى حاجة موصلة لشيخيط رابط يفتح للي قتل الضحية اللي كان كي يتلقب قيد الحياة دياله بجمغي والعمار دياله سوى ثلاثين عام تقريبا هاد العائلة معروفة بالتجار في الممنوعات المخطيرات والقرقوبية ومجورهما وحتى الوساطة في القواد عفوا والفساد والتحريض على الفساد والدعارة والضحية كي ينحادر من دوار الرحونة أدى ثمن حسابات شخصية مع خوالاته وخاله اللي قتله بلا ما يرحمه أو يرعيه بقربة الدم السودفاء لعبت دور كبير في كشف الحقيقة ديال القتل للضحية شي وحدة من الخوالات كانت شدات الشي ميلف عنده علاقة برشوى الشي ميلف كانوا مشدودي فيه الشي بوليس بتهمة الارتشاء وموحال هاد الميلف على قسم جرائه من الأموال الفربات كانت هاد البنت مدعاة في سيجن العرجات بمدين سلا وتبين انها تثابت بأزمة نفسية من هدي شي عام ونصد قريبا والسبب ديالها هو تبعات جريمة القتل ديال والضغتها هاد النقطة والبحث في أسباب الأزمة نفسية اللي تثابت بها المتهمة وفضح الأمر والبحث بين أيضا أنها العقل المدبل للسيناريو قتل والضغتها وشاركات خواتتها الثلاث الاخرى قمت بإمكانهم وشاركاتهم في قتل الشاب وتقطع جوتة ديال ورم ديالها في مطرح النفايات المتهمين لم يقلوا حتى أطر لتدل أو يمكن يوصل بالتشخيص الهوية ديالهم والأغرب النوم داروا شي وقفة احتجاجية وحشتوا الناس لتحتجوا المطالبة بتحقيق الإصراع فيه لتعرفوا كيف كان قتل أختهم قتلوا الميت ومشوفوا قناتهم كما يقلوا المغربة وجندوا الناس باش يحتجوا عرفوا يمثلوا الأدوار مزيان بحي لهم شي مبتلي محترفين وبرعين العيالات أخوهم وبنت واحدة فيهم حبكوا السيناريو مزيان حتى أتناء الاستماع لهم من طرف الضابط القضائية قالوا للبوليس أن جوج ديال الناس جاءوا في ذيك النهار لمحط الدار ديالهم ديال الضحية وديالهم جاءوا في هذا النهار ديال 28 يونيو 2019 وعيتوا على الضحية ونتمك مظهر له أثار يعني السيد اختفى وربما يكون هذي المجهولين ومن يقتلوا ساعة حقيقة واحدة أخرى المهم بعدو عليهم التهمة باش يمنعوا ساعة الروح عزيزة عند الله وشح المطال الزمان تبان ويبان القاتل او القتال له الخوتات واخوهم وبنت واحدة فيهم طاحوا فيد البوليس بعد ثلاثة ديال السيمانات من اللي تشد الشاف دياله بيجي والمساعدين دياله في قبضة البين بيجي ديالكازا تشدوا بتهمة الارتشاو وأشياء أحد أخرى ودبرهم عن تقاضي التحقيق لدى جرائي من الأموال في الرباط بعد ما تبين أن المتهمة الرئيسية ويخالة الضحية اللي ما تلقى الجوتة دياله في الزبل أن هذا المتهمة في جريمة تقتل وردختها كانت تعطي رشوة للبوليس باش يميكوا عليها وعلى النشاط دياله اللي كد دياله السيدة كانت تبيع الحشيش والقرقوبي والشراب وكانت تدهان سير باش يسير ويميكوا عليها البوليس قبل ما يتاح الشفلة بيجي الجوج من المساعدين دياله هذه المتهمة كما قلت تحالوا على قضية التحقيق المكلف الجرائي من الأموال في المحكمة للسيناف ديال الرباط وبعد ثلاثة ديال السيمانات وصل المحقيقون الأدلة على تورط هذه الخالة اللي متهمة في هذا الملف على تورط ديالها في قتل والدخوها وتختها عفوان باش يتجدد البحث وتشدوا الخواتات واخوهم وبنت واحدة فيهم اللين كروف اللو ولكن ادي اللي بينات تورط ديالهم المتهمين بتستبهون مرهون في الحفلة ديال العرجات وصلة وكيحقق معهم قضية تحقيق فلقنة ربطوها من قتل العمد مع صبق الإسراء والطرصد وتقطيع جوتها وتشويه ديالها محاولة إخفاء معالم جريمة بعدما حالهم على قضية تحقيق الوكيل العام اللي تحالوا عليه من طرف البجي في نهاية هذا الفيديو لابد منشير إلى أن جوتة الهالك اللي يرحمه اللي كان في عمره 30 عام لقوها الناس مطرح النفاية العشوائي بالطريق الوطنية رقم 4 اللي كانت تأديل سيدي سليمان لقو الأشلاء دياله وجوتة تجرى لها تشرح تب بمطرف الطبيب الشرعي موصل للولو حتى بان هذا المعطى صدفة ضحية الإشارة عنده سوابق تعوى من داوي السوابق وشبخ لدوز الحبس والتهم كثيرة بشأن تتابع في ميل الفات مقابل تكون عصابة إجرامية وتعدد السرقات المصوفة وتضرب الجرح والتجاه في المخطيرات ومن اللي يلقاه في مطرح النفايات ساعد الاعتقاد حينها أن شبهت الخيانات الزوجية يقدر تكون وراها الجريمة الغامضة لحيالات المحقيقين قبل ما تنكشف الخيوط ديالها بعد 18 شخام العثور للأشلاء الشرطة القضائية ديال سيدي سليمان والمصلحة الولائية ديال الشرطة القضائية دخلت على خط الأبحاث في هذا الميلف وبعدها حتى الفرقة الوطنية الشرطة القضائية يعني البيان بي جي حتى هي دخلت على الخط قبل ما تظهر الحقائق وحد أخرى كتأكد تورط ديال الخالات والشقيق ديالهم في ارتكابات الجريمة البشعة الله يرحم المرحوم وشكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى للأخر وأنا لكم شاكر على ذلك وما تنساوش بالنسبة للناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تتابونوا تتابونوا وتديروا لايك والضغط على هذا الجرس بس يصلكم الجديد كل ما نشرناه أما بالنسبة للأوفياء من المتتبعي قناة ماروكن كريم تيفي لجريمة المغربية لا تنساوش مزيد التفاعل وشكرا جزيلا الاهتمام والتفاعل وإبداء الملاحظة وأنا شاكر لكم على ذلك وإلى فرصة لاحقة وفيديو آخر وقصة أخرى سننشرها قريبا وفي القريب العجل همتم أوفية لقناة ماروكن كريم ولن أنسى لكم تفاعلكم مع ما تنشره ونتمنى أن تكون هذه القصص فيها تروس وعبر ولكن نتلفه بحلمية لهذه الجرائم للأسف تسيء إلى مجتمعنا والحمد لله المجتمع المغربي مجتمع محافظ وما لا يحتاج الكثير من هذه الجرائم والله يهدي بنادم ويهدي مخلق والله يهدينا وينبهنا لعيوبنا تسيء إلى مجتمع المغربي تسيء إلى مجتمع المغربي